اهلا بكم طلاب الصف الاول الاعدادين في مادة اللغة العربية ودرس جديد من فرع النحو وهو بعنوان الافعال الصحيحة والمعتلة النهاردة هنقسم الفعل عندي لنوعين اول نوع اسمه الفعل الصحيح الحاجة التانية او النوع التانية هيكون اسمه الفعل المعتل طيب يعني ايه فعل صحيح ويعني ايه فعل معتل قال الفعل الصحيح هو ما خلط حروفه الاصلية من حروف العلة طب تعالوا نفتكر مع بعض الاول ايه هي حروف العلة حروف العلة كانت الالف والواو والياء صح كده يبقى انا لما هاجي على فعل وتأكد ان حروفه الاصلية عندي دي ما فيهاش ولا حرف من حروف العلة اذا هو فعل ايه صحيح طيب اجيب ازاي الحروف الاصلية اوعرف ازاي ان الفعل اللي قدامي ده حروفه اصلية مش حروفه زي ايه ده اول حاجة بنحكم عن الفعل من ماضي يعني حضرتك هتجيب الفعل في الماضي علشان تقدر تحكم عليه الحاجة التانية عندي هنحذف اي اضافات موجودة عندي في الفعل يعني ايه الاضافات اللي موجودة زي اي ضمير متصل بي تمام كده يبقى اولا هجيبه في الماضي ثانيا هحذف منه اي ضمير بكده انت الحروف اللي قدامك دي هي الحروف الاصلية طب تعالوا نشوف امثلة زي لو جيت قلتلك مثلا لعبا سألا يشرح لعبا اولا ده فعل في الماضي غير متصل باي ضمير وما فيهوش اي حرف من حروف العلة اللي هي الالف او الواو او اليا يبقى اذا اسمه فعل صحيح يبقى احنا كده عرفنا يعني ايه فعل صحيح تمام المثال الثاني عندي بيقول الفعل سألة اولا الفعل ده جاي في صيغة الماضي غير متصل باي ضمير بس فيه ناس هتقولي ده كده ده مش فعل صحيح لاننا عندي فيه هنا الف هقولك لأ دي اسمها هنزة انما احنا اتفقنا مع بعض ان حروف العلة كانت الالف والواو واليا انما من فوق همزة او من تحت همزة دي اسمها همزة مش الف اتفقنا كده مع بعض يعني ده عادي جدا ده فعل صحيح طيب فيه ناس تيجي تقولي طب المثال الثالث مش فعل صحيح اصلا عندي كلمة يشرح واليا اهي هي دي هي دي اللي موجودة عندي يبقى ايه زن ده فعل معطل هقولك ثانية واحدة فيه ناس خادت بالها قالتلي ان يشرح ده اصلا فعل في زمن المضارع واحنا اتفقنا علشان احكم عليه لازم اجيب حروفه الاصلية من خلال الفعل الماضي والفعل يشرح الماضي بتاعه شراحاء ها فيها الف او 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 يا لا ما فيهاش يبقى اذا هو من الافعال الصحيح على عكسها تماما الافعال المعتلة فبيقولي الفعل المعتل هو ما يكان احد حروفه الاصلية حرف علة يعني لازم نلاقي في حروفه الاصلية حرف من حروف العلة طب ناخد امثلة زي لو قلتلك مثلا ناما اولا الفعل ناما ده جاي عندي في صيغة الماضي وكمان ما فيهوش اي اضافات اللي هي الضمائر المتصلة به فهلاحظ هنا عندي ان فيه الف والالف دي طبعا حرف من الحروف العلة اذا ده فعل معتل الفعل اللي بعده وصل فعل في الماضي بدون اي اضافات او بدون اي ضمائر وحروفه الاصلية في حرف من حروف العلة يبقى اذا فعل معتل ركز كده معايا تاني في حرف من حروف العلة يبقى فعل معتل اربط الاتنين مع بعض طيب كلمة ساعة او الفعل ساعة ساعة هنا عندي أخر حرف علة لأن هو جاي حروفه الأصلية في صيغة الماضي بدون أي ضمير يبقى إذن هو فعل من الأفعال المعتلة لأن آخره حرف من حروف العلة وركز معي كويس جدا أن أنا عندي حرف العلة ممكن يجي في وسط الكلمة أو في أولها أو في آخرها عادي جدا ما عنديش أي مشكلة يبقى الفعل عندي إما أن يكون صحيح أو معتل هجيب حروفه الأصلية من خلال الماضي هحزف أي ضمير متصل عندي بالفعل عشان أقدر أحكم عليه الحروف اللي هتتجمع معي في الآخر عشان تكوني الفعل لو كان أصل الحروف دي حرف علة يبقى فعل معتل خالي تماما من حروف العلة يبقى إذن اسمه فعل صحيح تعالوا بقى نشوف الفعل الصحيح ده ليه أنواع ولا لا طبعا ليه أنواع وأنواعه ثلاثة أول حاجة اسمه سالم اتنين مهموز ثلاثة مضعف يبقى أنواع الفعل الصحيح ثلاثة سالم مهموز مضعف مرة كمان سالم مهموز مضعف طيب تعالوا مع بعض كده نشوف إيه هو الفعل الصحيح المهموز قال لي هو ما كان أحد حروفه الأصلية وإحنا عرفنا خلاص بقى نجيب الحروف الأصلية إزاي همزة يبقى شرط إن الفعل الصحيح ده يكون عندي حرف من حروفه الأصلية همزة وإحنا اتفقنا الهمزة أو كده صح؟ طب تعالوا نشوف أمثلة زي لو قلتلك سألا أهي همزة في الوسط أكل همزة في الأول بدأ الهمزة عندي في الآخر طبعا ده فعل صحيح لأنه خالي تماما من حروف العلم وبما أني في حرف أصلي عندي همزة يبقى اسمه فعل صحيح مهموز هو جاي من اسمه همزة مهموز النوع الثاني عندي المضاعف فالمضاعف بيقول تعريفه ما كان أحد حروفه الأصلية مضاعفا مضاعف يعني مشدد يعني أنا هكتبه حرف واحد ولكن عند النطق هنطقه اتنين طيب قالي كمان إن المضاعف ده بينقسم عندي لحالتين أول حاجة إما أن يكون مضاعف ثلاثي زي لو قلتلك مثلا شدّا مدّا هدّا أنا عندي أولا ما ينفعش تماما يكون فيه فعل مكون من حرفين لازم أبسط وأقل فعل بيكون ثلاث حروف فأنا شدة دي كان أصلها كده هكرر الدال مرتين اللغة العربية عندي بتكره تكرار أو توالي الأمثال يعني الحروف اللي شبه بعضها ما ينفعش إن أنا جيبها وراء بعض فهعملها إزاي هحطها كده حرف واحد وهحط الشدّا دلالة على إن هم اتنين فبالتالي لما قلّك شدّا تلات حروف مدّا تلات حروف وهدّا أيضا تلات حروف بما إن هم تلاتة وفيها تضعيف يبقى اسمه مضاعف ثلاثي النوع الثاني عندي المضاعف الرباعي يبقى إزا هيكون كم حرف؟ أربعة زي لو قلتلك زلزلا عسعسا وسوسا لاحظ هنا إن أنا عندي زال لام زال لام عين سين عين سين أنا بعمل إيه؟ أنا بعمل تضعيف ولكن على هيئة الفعل الرباعي واوسين واوسين نفس الكلام وبما إنه هو عندي هنا أربع حروف فيه تضعيف أو فيه تكرار يبقى اسمه مضاعف ولكن المرات يكون رباعي يبقى إحنا عرفنا مع بعض إن الفعل الصحيح مهموز حرفه من حروفه الأصلية همزة مضاعف يعني حرفه من حروفه الأصلية مضاعف ثلاثي أو رباعي طب والساليم السالم قال لي هو ما سلمت حروفه الأصلية من الهمزة أو التضعيف يعني لقيت عندك فعل مش مهموز ما لقيتهوش مضاعف إذن هو الحالة الثالثة عندي اللي هو سالم زي لو قلتلك مثلا ذهبا الفعل هنا طبعا حروفه أصلية لإني هو جاي في الماضي بدون أي إضافة من إضافات الدمائر هل فيه همزة؟ لا طب هل فيه تضعيف؟ لا يبقى إذن هو فعل صحيح سالم وكذلك لو قلتلك فتحة ما فيهوش همزة بدون أي تضعيف يبقى هو فعل صحيح سالم ولو قلتلك مثلا شربا هو سالم لأنه خالي من الهمزة أو التضعيف وده كده ببساطة أنواع الفعل الصحيح تعالوا بقى نطبق على الفعل الصحيح وعلى أنواعه فهيقول لي عين الفعل الصحيح وبين نوعه رقم واحد حقق المسؤول العدل أول حاجة هروح أدور عن الجملة اللي قدامي ده فين الفعل؟ الفعل طبعا اللي هو حققه طب هل هو فعل صحيح؟ طبعا صحيح لإني هو بدون أي حرف من حروف العدل طب يترى الفعل الصحيح ده هو سالم ولا مهموز ولا مضعف؟ ببساطة هو فيه همزة؟ لا فيه أي تضعيف؟ لا يبقى إذن نوعه؟ سالم يبقى ده فعل صحيح؟ سالم المثال الثاني حقق ما قلته ركز بقى هنا معي حقق بس أنا نطقت إيه مرتين؟ حقق ما قلته أول حاجة الفعل عندي اللي هو حقق أنا نطقت حاجة مرتين صح أنتو ياخدين بالكو؟ وكمان لو واحد مش ياخد بالو من نطق هيجي يقول لي مستحيل إن يكون عندي فعل مكون من حرفين اتنين إذن هنا فيه شدة يبقى بما إني فيه شدة يبقى اسمه مضاعف ثلاثي نوعه الفعل صحيح مضاعف ثلاثي رقم ثلاثة لا تلعب في الطريق فين الفعل عندي؟ طبعا الفعل لا تلعب هجيبه في الماضي لعبه ولعبه هو فعل صحيح سالم لأن حروفه الأصلية سلمت من الهمزة والتضاعف رقم أربعة زق زقاء العصفور فوق الغصم ها فيه حد أخذ باله؟ أول حاجة بس تعالوا نطلع مع بعض الفعل الفعل اللي هو زق زقاء طيب أنا عندي هنا زي قاف زي قاف ما بتفكركوش بحاجة التكرار ده اسمه مضاعف وبما إني هو أربع حروف يبقى إذن مضاعف رباعي طب أتأكد تاني؟ أه أتأكد مرة كمان هو فيه هنا همزة؟ لا يبقى إذن هو مش مهموز طب فيه تضعيف؟ أه فيه تضعيف يبقى إذن هو مضاعف رباعي المثال الخامس قرأته القصة كاملة فين الفعل؟ طبعا الفعل قرأته بس فيه واحد هيجي يقول لي لا الفعل عندي قرأة لإني هجيبه بصيغة الماضي طيب لما يكون الفعل عندي قرأة يعني أنا هحزف تاق التأنيس هل هو هيكون سالم؟ مهموز؟ مضاعف؟ ها يلا انتوا بتجاوجوا بعد كده بتكرنوا الإجابة بتاعتكو بالإجابة الصحيحة يبقى إذن زي ما انتوا قلتوا أحسنتم هيكون مهموز لإني آخره همزة رقم ستة ينفذ المهندس المشروع فين الفعل؟ طبعا الفعل عندي ينفذ والفعل ده صحيح لإني الماضي منه نفذ طب هل هو سالم ولا مهموز ولا مضاعف؟ طبعا هيكون سالم لأنه خالي من التضعيف وخالي أيضا من الهمزات المثال السابع والأخير لجأ القاضي إلى الاستقناف الفعل عندي هو لجأ وهو جاي بصيغة الماضي بدون أي ضمير مضاف عليه يعني هو جاي جاهز دي كده الحروف الأصلية بتاعته هل هو سالم؟ أم مهموز؟ أم مضاعف؟ بما اني شايف همزة يبقى هروحها لطول وأكتب مهموز وتعالوا نرجع سريعا عن الفعل المعتل هو ما كان أحد حروفه الأصلية حرف علة ناخد بقى أنواعه كان ثلاث أنواع زي بالظبط الفعل الصحيح أول حاجة عندي في أنواع الفعل المعتل مثال أجوف ناقص طيب يعني إيه بقى فعل معتل مثال؟ مش إحنا كنا خدنا ثلاث أمثلة وقلت لكم أن أنا عندي حرف العلة ممكن يجي في الأول أو في وسط الكلمة أو في آخر الكلمة هو دا اللي احنا هنتكلم عليه بالتحديد يبقى المثال هو ما كان أول حرف من حروفه الأصلية حرف علة طب تعالوا نشوف أمثلة زي لو قلتلك مثلاً واصلا أنا عندي دا الفعل هنا في الماضي بدون أي إضافات وبدون أي ضمائر زي إيه دا إذن الحروف اللي عندي دي حروف صحيحة طيب وبما أني أول حرف من عندي حرف علة يبقى هو فعل معتل مثال وكذلك لو قلتلك وقفا وكذلك لو قلتلك يأسا يبقى أنا عندي لما يكون في الفعل المعتل أول حرف هو الحرف المعتل في الفعل يبقى اسمه مثال والأجوف ما كان وسط حروفه الأصلية حرف علة لما تجيب لي الفعل حروفه الأصلية في الماضي بدون أي إضافات من الضمائر ويكون حرف العلة جاي في الوسط يبقى اسمه أجوف زي لو قلتلك ناما هنا حرف العلة هو في وسط الكلمة صارا في وسط الكلمة صانا في وسط أيضا الكلمة يبقى ناقص إيه؟ حسنتم ما كان آخر حروفه الأصلية حرف علة يعني حرف العلة هيجي في الحروف الأصلية ولكن في آخر الكلمة زي مثلا لو قلنا دعا جاي هنا عندي في الآخر خالص يبقى الفعل المعتل مثال وأجوف وناقص على حسب موضع حرف العلة كان في أول الكلمة يكون مثال وسط الكلمة يكون أجوف في آخر الكلمة يكون ناقص فاحنا هنحفظها كده مع بعض بالترتيب علشان ما نتلغباتش مثال أجوف ناقص طيب تعالوا بقى نشوف الأسئلة تيجي عليه إزاي؟ لما يجي يقول لي عين الفعل المعتل وبين نوعه أول حاجة وعدني أبي بهدية فين الفعل؟ طبعا الفعل وعدني طيب هو جاي فعلا في صيغة الماضي ولكن أنا عندي في بعض الضمائر مضاف عليه؟ فأنا هحزفها هجيب الفعل هيكون وعداء ركز كده معي وعداء طيب أنا لما يجي وأقول لك هنا وعداء طبعا ده في حرف علة يبقى هو معتل طيب أنهي ويحب بقى من المعتل بما أني حرف العلة جاي في الأول يبقى اسمه معتل مثال عرفنا كده هنطلعه ازاي؟ يبقى هو نوعه فعل معتل مثال رقم اثنين لما يقول لي يخشى المؤمن ربه فين الفعل؟ الفعل عندي يخشى طب تعال كده على جنب نجيب الماضي منه خشى صح كده؟ طيب عندي هنا ده حرف علة جاي في الحروف الأصلية يبقى هو كده فعل معتل طيب حرف العلة ده جاي في الآخر احنا اتفقنا نحفظ مع بعض بالترتيب مثال أجوف ناقص يبقى إذن ده فعل معتل إيه؟ ناقص المثال الثالث صار اللبن جبنا فن الفعل عندي؟ الفعل صارة هتقول لي ايه ده؟ هو انا لو جيت على كانة واخواتها اقول برضو عليهم أفعال واتكلم عنهم عادي هقولك اه لان انا بقول عليهم الأفعال الناسخة يبقى انا هعمله معاملة الفعل طبيعي جدا طيب صارة ده هو جاي هنا في الفعل الماضي بدون اي اضافات فعل معتل الوسط يبقى اسمه أجوف رقم اربعة تسعى مصر للنهوض والتقدم فن الفعل عندي؟ الفعل تسعى طيب تعال نحذف عنه اي ضمائر زيادة تعال نجيبه في صيغة الماضي بدل تسعى المضارعة تكون سعى بالطريقة دي هيكون الفعل عندي معتل الاخر يبقى اسمه ناقص احسنتم رقم خمسة عندي ينال الفائز الجائزة الفعل هو ينال هجيبه في صيغة الماضي فهقول نالا الفعل ده عندي هنا معتل الوسط يبقى اسمه معتل الوسط اسمه أجوف رقم ستة يصف الولد الصورة الفعل عندي طبعا هو كلمة يصف فانا لما يجي اجيبه في صيغة الماضي هقول وصفاء الفعل هنا عندي معتل الاول يبقى اسمه مثال وبكده نكون خلصنا مع بعض شرح الفعل المعتل والفعل الصحيح وعرفنا كل ايه انواعهم تعالوا بقى ننتقل لجزء تاني الجزء الاخير عندي في الدرس اسمه اللافيف اتفانوا مع بعض لما يجيب الفعل في حروفه الاصلية وكان عندي في حروفه الاصلية حرف من حروف العلة يبقى اذا الفعل ده معتل طب لو حصل مثلا ولاقيت من الفعل في حروفه الاصلية بدل ما يظهر لي حرف واحد علة ظهر لي حرفين اعمل ايه هو ده اللافيف فهقول تعريفه بمنتهى البساطة مجتمع فيه اللي هو في الفعل حرف علة حرف هنا دي يقلف الايه التاثنية يبقى انا عندي هنا هتكلم ان الفعل حروفه الاصلية يكون فيها حرفين من حروف العلة فبيقول اللافيف ده ينقسم الى جزءين اول حاجة اللافيف المفروغ طيب الحاجة التانية اللافيف المقرون يعني ايه لفيف مفروغ ويعني ايه لفيف مقرون اللافيف المفروغ ده حرفه الأول والثالث حرف علة يعني الحرف الأول والأخير اللي هو الثالث هيكونوا معتلين واللي في الوسط بس هو اللي صحيح أديك مثال لو قلتلك مثلا وعا أنا عندي الفعل هنا طبعا ماضي بدون أي إضافات من الضمائر يبقى هو ده حروفه الأصلية لقيت في الفعل أني هنا عندي حرف الواو الحاجة الثانية بعد الواو أنا لقيت هنا عندي الألف محدش يقولي لا الألف بتتكتب كده أنا ممكن أكتبه بالطريقة دي هقولك دي اسمها ألف لينة ففي الحالة دي لما يكون عندي حرفين علة في الأولاني في أول حرف والتاني في ثالث حرف اسمه لفيف مفروق طيب اللفيف المقرون لما يجي حرف العلة يكون الثاني والثالث يعني حرفه اللي هو حرف العلة الثاني والثالث تعالوا نشوف زي لو قلتلك رواه أنا عندي هنا الواو حرف من حرف العلة والألف كمان حرف من حرف العلة التاني والثالث يبقى ده اسمه لفيف مقرون هقول عنه لفيف علشان فيه اتنين من حروف العلة هقول عليه مقرون لأن الحرف التاني والثالث منه حروف علة أما المفروض كان الحرف الأولاني والحرف الثالث هما حروف العلة عرفنا كده ازاي نفرق ما بينهم وعرفنا كمان إن الفعل ممكن يكون فيه حرف واحد من حروف العلة أو اتنين تمام تعالوا ناخد بهم بعض قطعة كده ونشوف هنحلها ازاي فبيقول لي اقرأ ثم أجل العرب هم سادة العالم فعلا لا قولا فهذا هو الحسن بن الهيسم العالم الذي ولد بالبصرة وعاش معظم حياته في القاهرة قدم إسهامات في مختلف العلوم وأشدها تعقيدا فهو الذي أثبت أن الضوء ينعكس من الأجسام إلى العين وهو أول من شرح العين تشريحا كاملا ووضع المبادئ التي أدت إلى اختراع الكاميرا بعدما قرأنا يقول لي أول حاجة أعرب ما تحته خط الكلمة الأولى لما يجي يقول لي كلمة إسهامات فبمنتهى البساطة هشوف الكلمة دي هي في جملة فعلية ولا جملة إسمية قدم ده فعل ماضي طيب ما فيش فعل يجي من غير فعل مين اللي قدم؟ الحسن بن الهيسم اللي هو عندي هنا ضمير مستتر تقديره هو الفاعل طب إيه الحاجة اللي قدمت اللي وقع عليها فعل الفاعل؟ كانت الإسهامات يبقى إذن هي دي عندي المفعول به والمفعول دي من منصوب فهقول مفعول به منصوب وعلامة الفتحة ولا الكسرة؟ ها نختار سريعا طبعا هتكون الكسرة لأن أنا عندي هنا الكلمة دي جمع مؤنس سالم يبقى أنا هقولها مفعول به منصوب وعلامة نص به الكسرة لأنه جمع مؤنس سالم وإحنا عارفيني أن جمع المؤنس سالم يرفع بالضمة وينسب ويجر بالكسرة الكلمة الثانية عندي كلمة العلوم ركز معي ها دي ايه؟ بوساطة جدا بص على اللي قبلها هنا دي عندي حرف جر والكلمة اللي بعدها بعد حرف الجر يكون اسمه مجرور طب ركز كده إن أنا الكلمة دي أصلا دي ناكرة واللي بعدها معرفة وإحنا وغضين قاعدة بتقول ناكرة ومعرفة تبقى المعرفة مضاف إليه والمضاف دي من مجرور يبقى كلمة العلوم هتكون مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الكلمة اللي بعد كده عليها الدور كلمة الضوء ها ركز كده في اللي قبلها أنا أنا دي مش بتفكرك بحاجة أنا إن لكن أحسنت دي حرفة من الحروف أنها سخة تدخل على الجملة الإسمية فتنصب المبتدأ وترفع الخبر وكمان المبتدأ هنا بيكون بإسمها يبقى الضوء ها يكون اسمي إنا منصوب وعلامة به الفتحة الكلمة اللي بعدها بيقول لي كلمة تشريحا بس أنا عايزك باقي تجيبني جملة من أول الفاصلة أقرأها كده هو أول من شرح العين تشريحا شرح تشريحا أكلا أكلا حسنت يبقى أنا عندي تشريحا دي هتكون مفعول مطلق وركز معي إن أي نوع من أنواع المفعول هيكون منصوب المفعول دايما منصوب سواء كان مفعول به مفعول فيه مفعول معه حاجات هتاخدها بعدين مفعول مطلق مفعول لأجله أي حاجة من الحاجات دي هتكون منصوبة يبقى تشريحا مفعول مطلق منصوب علامة نصبه الفتحة طبعا بعد ما بيقول لي أعرف بيجي رقم باقي ويقول استخرج من الفكرة أول حاجة عايز استخرج نوع خبر لمبتدأ وبين نوع الخبر ده إحنا كنا خدنا إن الخبر ليه ثلاث أنواع إما أن يكون مفرد أو جملة أو شبه جملة فأول كلمة أصلا عندي في القطعة كانت مبتدأ هروح أدور عن الخبر وهسأل عنه بماله أو مالها الخبر هو الذي يتم معنا للمبتدأ العرب مالهم هم سادة العالم يبقى إذن هو ده الخبر طيب الخبر ده عندي مفرد يعني كلمة واحدة طبعا لا ده أكتر من كلمة طب يا ترى بمعنى كده أكتر من كلمة يعني هو جملة ركز معي طب يا ترى هو جملة اسمية ولا فعلية قال لي والله ده هو بدأت بالضمير هم هم ده اسم يبقى إذن ده جملة اسمية يبقى أنا هقولك عندي هم سادة العالم خبر جملة اسمية كمان بيقول استخرج ضميرا منفصلا وآخر متصلا ضمير منفصل زي إيه مثلا زي لو قلت لك هو اهو منفصل تماما عن اي كلمة متصل يعني جاي منتصق بكلمة بس ركز ان هو يكون ضمير مش تق مربوطة يعني كلمة البصرة دي ما ينفعش انك تقولي عليها خالص ده ضمير هنا عندي متصل خد بالك ديتاء إنما لو قلت لك حياته هنا دي هاء صح؟ هو ده ضمير اللي أنا عايزة يبقى الضمير المنفصل زي لو قلت هو أو هم اللي احنا هنا استخرجناها خبر والضمير المتصل اللي هي الهاء اللي جاية في كلمة حياة عايز كمان استخرج فعل معتل وبين نوعه اتفقنا المعتل يعني ايه يلا يا شباب نطلع كده مع بعض بسرعة هيكون فين كلمة عاشة عاشة عندي هنا طبعا ده فعل وبما انه جاي في الماضي بدون اي اضافات من الضمائر يبقى هيا دي حروفه الاصلية معتل الوسط يعني اسمه اجواف المثال الثاني او الفعل الثاني كلمة وضع زي لو قلت لك مثلا ووضع المبادئ التي ادت الى اختراع الكاميرا وضع هنا هو ده الفعل الماضي وهو معتل الاول يبقى اسمه مثال عايز استخرج فعل صحيح وبين نوعه فين الفعل الصحيح ها ممكن نركز كده شويه لو قلت لك قدمات قدم اسهامات هنا الفعل ده جاي في الماضي بدون اي اضافات وكمان خالي تماما من حروف العلق طب يا ترى الفعل الصحيح ده بقى نوعه ايه؟ سالم ولا مهموز ولا مضعف؟ طبعا سالم لانه خالي من الهمزة او التضعيف كمان لو قلت لك الفعل شرح هو اول من شرح يبقى انا عندي الفعل شرحه ده سالم لانه ايضا قالي من الهمزة او التضعيف فيش حد يجي يقولي لأ من عندي هنا فيه شدة والشدة يعني الحرف ده مضاعف يبقى الفعل مضاعف هقولك طيب هو نوعه هنا مضاعف سلاسي ولا رباعي مش هتقدر ان انت تجاوبني عليك ده مجرد شدة جاية في الفعل عادي جدا يبقى هو سالم بيقولي استخرج ضميرا مستترا وقدروه ضمير مستتر يعني انا هروح على فعل بدون فاعل والفاعل ده هيكون ضمير مستتر يعني مش هشوفه بعيني ولكن هفهمه من سياق الكلام زي لما جيت قلت لك قدم اسهامات قدم مين هو صح كده يبقى قدم هو اثبت مين اللي اثبت الحسن والفاعل عندي ضمير مستتر تقديره ايضا هو كمان بيقول استخرج حرفا مبدوئا بهمزة قطع واسما مبدوئا بالف واصل نركز في حاجة مهمة لما يجي يقول استخرج كلمة مبدوئة بهمزة قطع لو قال كلمة يعني انت ليك مطلق الحرية تستخرجها اسم او فعل او حرف انما مجرد ما يحدد لك هي ايه لازم تجيب اللي هو قالك عليه طيب يبقى انا عايزة حرف فيهمزة قطع زي لو قلتلك مثلا انا اهو حرفي فيهمزة قطع طب لو قلتلك عايزة اسم مبدوء بالف واصل هو عايز اسم يعني انت لو جبت فعله هقولك ما ينفعش ولو جبت حرف اللي هي قالت تعريفية هقولك برضو ما ينفعش ها نطلعه اللي هو اختراع يبقى هيكون عندي الحرف المبدوء بهمزة القطع انا وهيكون عندي الاسم المبدوء بالف الواصل هيكون اختراع وبكده احنا خلصنا مع بعض درس الفعل الصحيح والمعتل وجبنا قطع بعرفنا ازاي نعرف وازاي نستخرج والى اللقاء في درس جديد من دروس اللغة العربية